فاضت روحها الشريفة عليه السلام إلى باريها وكان زوجها بعلها هو الإمام إسحاق ابن الإمام جعفر الصادق ابن رسول الله الابن السادس لسول الله ابنه إسحاق زوجها ابن رسول الله تزوج منها شرف عظيم فأراد أن يحتمي لها إلى البقيع في المدينة المنورة لتدفن بجوار جدها رسول الله عليه الصلاة وأفضه السلام فبكى أهل مصر والتمسوا وطلبوا ورجوا ودفعوا له مان عظيما جمعوا ما قالوا كل هذه الأموال تدفن هنا نعمل لها ماذا تريد كذا وهو يعبى قال لا أدفنها إلى جوار جدها رسول الله ولم تدفن إلى جوار جدها لماذا؟ جاء جدها عليه الصلاة وأفضه السلام في المنام لابنه إسحاق ابن الصادق وقال له يا إسحاق لا تعارض أهل مصر في نفيستة فإن الرحمة تنزل عليهم ببركتها اجعلها بين أهل مصر فدفنها في مصر لذلك قلت حيّى الله مصر وأهل مصر وحيّى الله الموحدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فهيّى فوز المستغفري ترجمة نانسي قنقر